السلام عليكم كانت تمنى تكونوا بخير وكملين بكم على خير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ما كيف كتشوفوا جيبت لكم بزاف ديال الموديلات ما بين الزواق ديال معلم والطرز ديال لغ ديناتور حيث بزاف ديال بنات اللي دخلو معاقلية عفوا في الواتساب وطلبوا مني انني نجيب لكم بزاف ديال الموديلات وباش بزاف ديال الناس بغاو يبدو مشاريع ديال هاد الخديمة هادو وفنفس الوقت بغاو ياخدو افكار هيدا ملقفاتنا لذلك انا حاولت انني ندخل الانستغرام وجمعت لكم بزاف ديال الموديلات كيف كتشوفوهم مزونين ورائعين وبالنسبة لهاد الخديمة هادي ديال لغ ديناتور هادي اي بياسة شوفتوها تقدروا تعملوا للسكرين وغاتمشيوا عند السيد اللي كيترزلوا غ ديناتور الاراب سهولة يقدر يعملكم لهاد الخديمة هادي هي نفسه حيث الماكينة هي اللي كتخرج والرشي ما كتكون دائما عندهم وتزوق المعلم نفس الشكل يعني هاد الخديمة كيف كتشوفوها هيدا في اللي بيسات تقدر تخرج لكم هي نيتا وانتو ما غ تزيدوا عليها غير التنبات هادي بالنسبة للناس اللي بغين يبدو مشاريع ولي بغيت نقول لكم واحد حاجة هي من هاد الناحية ديال الخدمة اللي مزيون فيها هو انها تقدروا تطلبوا التمن اللي بغيتو وحاجة اخرى اللي بغيت نقول لكم هو قد ما قدرتو تعملوا مثلا كل بياسة تعمل منها جوج بياسة اولا ثلاثة بياسة نفس الزواقة مولو غ ديناتور كيعملكم تمن ناقص مثلا اذا بغيتو ترزو لبسة مثلا يقول لكم 800 درهم اولا 900 درهم لبياسة اذا كانت عمرو مصارجيا بالحق اذا كنتو اضطر زوجوجو ثلاثة واربعة يقدار يخدمون لكم بغيب 500 درهم اولا 400 درهم لبياسة حيث ما كيناك تكون كتخدم مرة واحدة على ذاك شي ودهبا غنتقل انني نجاوب على واحد سيدة اللي بغيت بدا مشروع بالحق خوفانة ان المشروع ديالا منجح لاشي وتقدر انها تضطر ان الناس يتحكوا عليها ويسمعوها الهادرة اللي ماشي بزيانات وما عارفين كيني بزاف ديال الناس اللي متشأمين واللي كيخليوا دائما ذكرت بالهادرة ديالهم وبزافة الحاجة ديالهم كيخليوا الواحد انها يتحبط ويقدر ما يعمل تشي حاجة في حياته لذلك انا اليوم ما جبت لكم هاد الفيديو باش تشوفوا اللي بيسة اللي كيني مزيونين وفي نفس الوقت عن جاوبة اول حاجة اللي بغيت نقول لك بالنسبة اللي قلتي لي ان الخياطة عندي معها غير الخير والاحسن باللي انك انت هنا ما معلماشي بزاف ديال الحاجات حاق انت هنا خصك تعمل مشروع مثلا ديالا ويكون عندك مشروع كبير وما عندكش مشكل ديال الفلوس اول حاجة اللي بغيت نقول لك كتعرف شحال من وحدة اللي عاملين محلة كبارين وشحال من وحدة اللي وصلين وما عندهم بتاع علاقة بالخياطة غير من خلال انهم عندهم الفلوس عاملين محلات وكيبيعوا البياسة بالاتمينة الزيدة بزاف اتمينة خيالية علاش حيط كيكون عندهم راس المال حيط راس المال كيلعب واحد دور كبير وخل واحد كتكون ما عنده بتاشي فكرة غير براس المال والعزيمة والتوكل على الله يقدر يوصل لبزاف ديال الحاجات والاشهار كيلعب واحد دور كبير في الحياة ديال اي واحد عنده غيعملش مشروع كيلعب واحد دور كبير اللي تقدر توصل بواحد سرعة فائقة لذلك ننصح اي واحد بغي يعملش مشروع دائما نعملو الاشهار حيط كيلعب واحد دور حلي قد لكم كبير واغلبية ديال الناس اللي وصلين اغلبية كيعتمدوا على الاشهار يعني بيدون هدي هدو هدو بغي تتوصلو مثلا داخل المغرب وخارج المغرب بالنسبة للناس اول حاجة ما خصكش يتفكر فيهم بالمرة حيط الشحل من واحد كيكون هو اصلا فاشل واصلا هو ما يقدر يعملتا حاجة في حياته لذلك يبغي ينقلك دك الفاشل دياله حيطش هو عارف راسه ما يقدرش يوصل لشي حاجة كيبغي يردك تنتين هيدك هدي بالنسبة للناس اللي كيبغي بحلي مثلا يتحكوا عليه يقولوا لك اللي انتين ما تعمل شي ما تفعل شي العكس قد ما عندك انتين العزيمة وعندك الاسرار وخصك توصل رها تقدر توصل لأي حاجة بالحق الشي نقول لك واحد حاجة كتعرف الهضرة ديالناس مش حر خلت من واحد قلص في الدار وما يقدر يعملتا شي حاجة ونقول لك حاجة اخرى الشي ده بنتين مش معلميك قلتين ما معلمتا حاجة وكتعرف مش حر من واحدة اللي معلمة وعنده الصنعة في يده وعنده بزف ديال حاجة ما تعطي بزف بالحق بدك الهضرة ديالناس كتجبرا قلصة في الدار وعمل السبنية فقراسة ولبسة الكسوة وقلصة كتتفرش مو سلسالة علاش هي تسعفت الهضرة ديالناس هيتاش الناس كيقولوا لانتين ما تقدر تعملتا حاجة تينا هذاك شي صعيب عليك تينا واش تقدر تهدك مع الناس لاوالو ما تقدر شي واللي خايفين احنا يا العرب هي القضية ديال بنادم اذا كنتك تعرفوه خستك تحطمه خستك تقول لانتين ما تقدر تعملتا حاجة بالحق اذا كان الواحد ما كان عارفوه شي لا غنعالي وبيه تلسمه وغنقول له لانتين يقدر يخرج منك شي حاجة هذا الفرق اللي كان بينه وبينه النصارى نصارى كتجبر شي واحد فيه ما يعمل شي حاجة ما تستحق شي اصلا انك تقول شي حاجة مزيونا وشي حاجة كتجبره مو برابوت شي مزيوان وهد شي واعر وانتين عندك العقال وعندك لذلك شي اللي كيخليهم انهم هما دائما متفوقين علينا غير بهذا الشي هذا كتجبرهم هو ما عندهم اللي يشجعهم ما عندهم اللي يحمسهم لذلك اختي مصيحة ديالي انا دايما تحدى اي واحد حطمك تحدى اي واحد غالك اللي ما غا توصل شي تحدى اي واحد انها يتحكي لك ما عمرك تعط ما عمرك ترضى ولا تحني الراس لشي واحد كيحطمك او للشي واحد كيقلل منك دايما علي راسك وقول لهم لا انا غانوصل ان شاء الله قول لي علاش حيتش انتين عندك الله وربه هو اللي يرزقك ياك والحمد الله عندك راس المال وعليش ما تبداشي اي مشروع غتعمله ان شاء الله غتنجح فيه مشروع ديال الخياطة الصراحة اللي كان قوله لأي واحد حيتش انا خدمت فيه بزاف مشروع الخياطة ناجح مليون في المية اي واحد بغيب ده مشروع انا كن نصحهم يم مشروع ديال الخياطة او للماكلة هدوه ملي كيتمشوا الماكلة كيتمشى ومشروع ديال الخياطة كيتمشى الشي الخياط للصغير العادي راه هو اخدم ونقول لك واحد حاجة انا مين فتحت المحلة ديال الخياطة ما كنت خدم الخياطة للناس راه ما كنت كندوز لماكينة ما كنت لك الفصل ولا كنعمل شي حاجة عندي المعلمية كنضبرهم وكان خدم واللي كيقوله اللي بعينه ما يتلف كان فتش على المعلمية وكان تفعلهم الخدمة وهلي كيفصل لي هلي كيخيط لي انا شنو كان عمل دور ديالي تنبت ونزيتك حاجة اخرى كينين كانوا معايا الناس بزف ما كيعرفوا لي نبتوا ولا يخيطوا ولا يفصلوا واتشي حاجة وفتحي محلات وطبارك الله عليهم كيربحوا والفلوس وخدامين ومزين بزف حيث مواجهة مع الناس والبنادي كيكون مكافيح رغى يوصل الابعاد الحاجة ونزيتك حاجة اخرى مش حال من وحدة كنت كان عارفة خدامة غير مع الخياط ما عنده راس المال لا راس المال ولا شي خياطة تحاجة شنو الدور دياله غير كتتخلو الخياط كتمشي تجيبلو البياسة وتجيبلو السلعة وتجيبلو الحرير كتعرف مش حال من وحدة كنت كان عارفهم انا هيدا وفتحوا محلات علش تحو محلات قلسة خدامة مع الخياط جمعة راس المال مش تفتحت شنو اللي كتعرف كتعرف مواجهة مع الناس وكتعرف كيفاش تكسب الكليان وكتعرف المعالمية والخدامة ودك شي حيتاش المعالمية والخدامة مش يوم اللي كيربحوا الفلوس اللي كيربح الفلوس هو اللي كيسير هو اللي كيتواجه مع الناس هو اللي كيتحمل مسؤولية وانا فهمتك بزف ما قولتي باللي انا مغسني شي نكون يكون عندي داك المالال اللي قلصة غير في الدار انا بيدي بحالك انا بيدي شا نقول لك ما نتحمل شي اناني نقلص غير في الدار ونتسمى صافي انا واحد مرام زوجة قلصة في الدار كنقابل العواول شغل ضد الدار اغسيل داقشو عج شفيف ودك شي وصافي وقلصة ما عندي طوال شي دور في الحياة اي داك نحس براسي نحس براسي بان بحالي ما عندي تشي دور في الحياة انا بشكل ما نعرف انا هيدا احساسي انا بيدي كي يجبني نخدم بزف وخاء انا الرجل ديالي ما كيقول ليش يخدم وما كيقول ليش مثلا خدم ولا جيب ولا عقس هو كان رافض الفكرة ديال الخدمة اساسا بالمرة بالحق انا بالاسرار ديالي والهاضرة ديالي وقيت عليه توفق اناني نعمل الخياطة والحمد لله بقيت هيدك مشى وكانت حدى ودك شي حتى وصلت وانا بيدي ديال ما تحكو علي الناس في كل شي اللي كيقول لي ما عتوصل شي اللي كيقول لي ما عتعمل شي اللي كيقول لي دك شي صعيب عليك ضمين ما نعرفش اني وهذا اللي كيقول لي ما كيفيهش الفلوس كل واحد شنو كيقول شنو اللي كتبقى كتبقى هديك هادرة انتينة شنو انتينة انتينة ميش كتأمن وش كتأمن بانك غتوصل اذا غتوصل حق إذا كنتي كتأمن بأنك أنتينة تقدر تفشل رغي ما تبدأش علاش حيتش أنتينة حكمتي على راسك الحق ماذا منتينة في قلبك وفي عقلك كتأمن باللي غتوصل وبيغت تعمل شي حاجة وراكون أكيدة غتوصل أبعد الحدود هذا دبا أنا أنتينة قلتيني هضار معايا من قلبي من قلبك وأنا كان هضار معاك من قلبي والله أنا عملتك في مطعي يعني حسيت بك كأنني أنا اللي في مطعك لذلك أنا نصحك أنك تتحدى الشي يقول لك واحد حاجة أنا كيحمقني اللي يتحداني اللي يقول لي لا أنتينة ما غتعملت حاجة عاد كنزيد للقدم عاد كنتحدى الواحد عاد كنقدر نعمل بعض الحاجة اللي ما كنتش نتخيل أنني نعملهم في راسي وفي عقلي بالمرة نقدر نعملهم علاش حيتش ربي خلقنا وكل واحد خلقنه رزقه وكل واحد خلقنه صحته وخلقنا إذن أنا نعمل لي عليا والكمال على الله ونتوقع على الله ودائما نكون متفائلة الشي منك تعمل شي حاجة ونتينة متفائلة بلي غيوقع على الخير راكن أكيدا ذاك شي أول حاجة غتبقى تعطي من قلبك وغتخدم منيتك علاش حيتش انتينة متوقع باللي ذاك المشروع ينجح لك عندك واحد أمل كبير بأنك انتينة متوصل بالحق قل شو فكروا معايا شي وحدة هي عرفة رسا ما تنجح شي هي كتسمع للناس باللي كيقولوا لما تعملت حاجة فنظركم هتوصل ما تقدر شي أصلا تخدم وما تقدر شي أصلا تعطي ونقول لكم واحد حاجة أي وحدة كتبغي الضومين اللي هي فيه الخدمة اللي كتخدمة كن أكيدا غتوصل الشاهد وخدم من قلبك وعطي وعمل شي حاجة في الحياة اللي تحس بأنك انتينة عايشة وخصك تعمل ونقول لكم واحد حاجة مش حامل وحدة كتكتب لي أنا في خمسة واربعين عام من عمري كبيرة أنا شو قال لك انتينة كبيرة في خمسة واربعين ولا في خمسين ولا قاع سسين العمر ما عندوش حد ما كين شي كبيرة كين عقلك وش كين وش انتينة من الدخل ديالك كبيرة ولا من الدخل ديالك باقي خصك تعيش تينة عايشة في الدنيا كتتحرك كتتخلف علش كتتحكم على رأسك باللي صفين تينة كبيرة وما تقدر تعملتها حاجة هذا هالتفكير خيب الشي التفكير السلبي خصكم تحيدوه من عقلكم بالمرة باش قدروا توصلوه العقل التفكير ذك السلبي والناس اللي سلبيين ما تديوهاش فيهم بالمرة ما تعطيوهم شي التفكير ما تعطيوهم شي وقت ما تعطيوهم شي واحد قيمة كبيرة في حياتكم باش ما يتحكموش فيكم ويرضوكم متشائمين ومن هزمين ومن قلسين في الارض وما تقدروا تعملوا تشي حاجة علاش حيتش كي يكون صفي سيطر عليك بالتشاؤم ديالو لذلك انا نصحكم دائما اي وحدة تبغي تعمل شي حاجة نبغيها تكون قوية وتكون شجيعة وتكون متحمسة ودايما نخصت تكون متفائلة الشي ده عصبك شي وهاد ما تعطيش اكتر من حجمه ادخل اليوتيوب اعمل شي هاد راهيدا مزيونا شي تفكر ايجابي مزيوان شي حاجة هيدا اللي تفرحاك ولي تضحكاك صفي انسى ذاك المشاكل دائما حاولوا تتعاملوا مع المشاكل ديالكم واحد واحد حاجة صفي صغي وراهيدا ودازت صفي ما تزيدوا شي تفكروا فيهم حيث الشي تفكر الايجابي راكي قتل بنادم راكي قتلوا عفوا التفكر السلبي راكي قتل بنادم الداخل راكي خليك ما تقدرش تزيد للقدام حتى خطوة والهضرة ديال الناس دائما نسيبوها مرتهركم بنادم لي متشاقي ما تقولوا انا لنعمل مشروع لا نعمل هادي ولا غنعمل هادي انتنا عمل وتوكل على الله وتقفى راسك وزيد للقدام وعمل مشروع وان شاء الله غتنجح وغتوصل وقدم انتنا بغي الحاجة اللي يخصك تعمل فيها حيث الشي النس بحالك اللي كخصوم يعملوا شي حاجة وكخصوم يكونوا يوصلوا ويعملوا مشاريع ما شي قضية الفلوس لا قضية هي يكون عندك واحد واحد حاجة ديالك تحس براسك انتنا شي حاجة انتنا عاملة واحد حاجة انتنا عايشة في الدنيا في واحد حاجة يك لذلك دائما الصمر في ذاك الشي ديالك وان شاء الله غتوصل وغتوصلو كاملين بكم وتحققوا الاحلام ديالكم كاملين واي وحدة ستوصل شي حاجة كتبوها هنا يا ان شاء الله غيجي واحد وقت وغترجعو الكومنتر ديالكم وغتجبرو باللي انتو ما كنتوا غلطين وقدرتوا تحققوا الاحلام ديالكم وتوصلوا لي بنجاح في اي حاجة بغيتوها ماشي بالضرورة تكون خياطة اي حلم عندك في عقلك خدم عليه وان شاء الله غتوصل وآمن به وآمن بالله باللي ربي دائما غيوقف معك ودايما يكون في جنبك ومع عمرك تخسر بالتجربة والله انا اي حاجة كام بغين بداها او اي هدف عندي في حياتي او لا عندي شي طموح سنين وصلوا سنين وصلوا دائما كان آمن بالله باللي ربي غيوقف معايا ودائما ربي سبح الله ما كي خيبني شي لذلك انا كنصح اي واحد يبغي يوصل شي حاجة دائما يتوكل على الله ويعمل وحد ثيقة في الله حالي مثلا عملها في ماماك حالي عملها في باك مهم شي وحد ثيقة ما عرفتش كيفاش نوصل للكم مهم وحد ثيقة كين بزاف ده ناس يفهموها وحد ثيقة اللي ثيقة عمياء حيث للأسف احنا يعني ما عناش هذا الثيقة بزاف ديالناس ما كتكونش عندهم ماتثقة يقدروا يتقوا في اي واحد وما كيتقوش في الله مليون في المية لذلك انا كنعطي لكم هذه نصيحة وهذا السر من اسرار ناجح اي واحد هو اتقى في الله لا غير واتيقى في رسكم وتزيدوا القداب وما تشوفوش اللور ما تدوهاش في النس سلبيين المتشائمين باش تقدروا توصولوا لأي حاجة بغينا وكان شكركم للتعليق ديالكم اللي مزيونة واللي كتفرحني وكتشجعني وكتعطيني واحد الامل كبير في الحياة وكتخليني انني نفكر بزاف ديال الحاجة نعملها معاكم باش انقدر تقدروا تستفدوا وانقدر نعاونكم هيدا في شي حاجة وكنفرح بززاف منك تتصل بيشي وحدة وكتقول لي مثلا انا خدمت وعملت وانا ما كنت خدمت بسببك خدمت عرفتو كان فرح لواحد درجة كبيرة بزاف الله العظيم وكنشكركم مرة اخرى وكنتمنى يكون اعجبكم بهذا الفيديو ونكون خفيفة وضريفة على قلبكم وبيبي مع السلامة الى فيديو جديد ان شاء الله